يعتبر مشروع توسيع مطار البحرين الدولي من أبرز المشاريع الهدفة لتطوير القطاع اللوجستي كأحد القطاعات الاقتصادية الحيوية في مملكة البحرين ويعزز مكانتها كمركز إقليمي يربط لقديد من الوجهات حول العالم في إطار مواصلة استكمال مشاريع البنية التحتية ومضاعفة الجهود لنمو الاقتصاد الوطني عبر تحفيز قطاعاته المتنوعة ودعمها بالمشاريع الحيوية الاستراتيجية جاء افتتاح مبنى المسافرين الجديد ضمن مشروع توسعة مطار البحرين الدولي ويعزز ما تم تحقيقه في المشروع مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي يربط العديد من الوجهات حول العالم كما سيسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين باعتبار المطار صرحا هاما داعما للقطاع اللوجستي كأحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وإضافة لذلك يؤكد مشروع توسعة مطار البحرين الدولي التطور الملحوظ الذي تشهده قطاعات النقل بمملكة البحرين بما يضمن رفع كفاءة شبكاتها ومرافقها والخدمات التي تقدمها وتنفيذا للإستراتيجيات الرامية إلى تعزيز قدرة وتنافسية هذه القطاعات وزيادة إنتاجيتها كمحور مهم من محاور رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ويتميز المشروع بمجموعة من أحدث الخدمات والمرافق ذات المستوى العالمي والمدعومة ببنية تحتية فائقة الجودة وهو ما سيدعم نمو قطاع النقل الجوي البحريني ونجاحه لعقود قادمة إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية كما أنه يشكل قوة دافعة رئيسة لقطاع السياحة والتجارة ويعد مشروع توسعة المطار أحد أضخم المشاريع الوطنية التنموية وأهمها في قطاع النقل الجوي منذ أكثر من عشرين عاما اشتركوا في القناة